السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أبنائي درسنا اليوم إن شاء الله إثرات عن القوة طيب نشوف مع بعض إن شاء الله بعض التساؤلات ونجيب عليها ونشوف نطرح بعض الصور نتكلم عنها نشوف الصورة التالية الصورة هذه ماذا تحكي لنا أحسنتم تحكي لنا عن سرعة بعض الحيوانات كرمكم الله فعندنا مثلا سرعة الفأر كام عشرة كيلو متر في الساعة سرعة الفيل عندنا ثلاثين كيلو متر في الساعة وبهذا الشكل تعالوا نشوف نسأل سؤال نقول ما سرعة كل من الفيل والفهد سرعة سرعة الفهد كام وسرعة الفيل كام تزين نقول سرعة الفيل تقريبا أربعين كيلو متر في الساعة هذه ننطقها أربعين كيلو متر في الساعة طيب وسرعة الفهد سرعة الفهد عندي كام سرعة الفهد عندي مئة وعشرة كيلو متر في الساعة هذه السرعات قاسوها العلماء وحطوها بهذا الشكل لنا عشان نحاول أو يبسطون لنا المعلومة طيب نشوف معنا ما الفرق بين سرعة الفأر والحصان لازم عشان أجيب الفرق أعرف سرعة الفأر كام وأعرف سرعة الحصان كام فنقول عندنا سرعة الفأر كام عشرة كيلو متر في الساعة طيب وسرعة الحصان كام سرعة الحصان ثمانين كيلو متر في الساعة طيب كيف أجيب الفرق بينهم تزين عملية رياضيات عملية طرح نقول ثمانين اللي هي سرعة الحصان ناقص ماذا حسنتم ناقص عشرة اللي هي سرعة الفأر كم الناتج تزين الناتج الفرق بينهم سبعين كيلو متر بالساعة هذا الفرق بين سرعة الفأر وسرعة الحصان طيب تعالوا نشوف مع بعض الشكل التالي الشكل هذا ماذا ماذا نستفيد منا وماذا نفهم منا احسنتم العطافات المنعطفات هذه كيف نقود فيها احسنتم بسرعة مختلفة وايضا باتجاهات مختلفة يكون منعطف مرة مرة اليمين ومرة اخرى اليسار يقول اوضح لماذا يعد الالتفاف يعني نلف مرة اليمين ومرة اليسار عند المنعطفات شكلا من اشكال التسارع ليش نقول هذه المنعطفات يحدث فيها تسارع احسنتم لانه يتغير فيها اما سرعة او يتغير فيها الاتجاه او يتغير الاثنين مع بعض سرعة واتجاه فنقول لان الالتفاف يسبب تغيرا في الاتجاه فاذا حدث تغير في الاتجاه نقول حدث تسارع واذا حدث تغير في السرعة نقول يحدث تسارع واذا حدث الاثنين مع بعض ايضا نقول حدث عندنا تسارع طيب نشوف مع بعض الصورة التالية الصورة هذه ماذا نشاهد فيها تزيد شجرة وفيها بعض ثمار التفاح طيب ثمارة التفاح لما تنضج ماذا يحدث لها بعد فترة إذا ما أحد قطفها واستأكلها تتساقط تحت الشجرة طيب ما سبب تساقطها أحسنتم قوة الجاذبية الأرضية طيب خلونا نشوف السؤال اللي عليها يقول على ما يعتمد السحب يعني سحب الأرض لما عليها اللي هي نقول لها الجاذبية الناتج عن الجاذبية هل يختلف سحب الأرض لتفاحة صغيرة عن تفاحة كبيرة نعم تختلف باختلاف الكتلة فالكتلة تؤثر في جذب الأجسام لها كلما كانت الكتلة كبيرة كان الجذب أكبر كلما كانت الكتلة صغيرة كان الجذب لها أصغر أيضا المسافة تؤثر قلنا المسافة إذا كانت بين الأجسام بعيدة يكون التجاذب كيف كبير ولا قليل تزين يكون تجاذب قليل ضعيف لكن لو كانت المسافة بين الأجسام قصيرة أو قليلة يكون التجاذب كبير أم قصير يكون تجاذب كبير طيب إذا نقول يعتمد على كمية المادة الكتلة هذه الأولى وأيضا تعتمد على المسافة بين الأجسام طيب نشوف نطرح سؤال آخر هل سيكون تأثير الجاذبية الأرضية بالطريقة بالطريقة نفسها في تفاحات عدة مختلفة الأحجام يعني هل تأثير الجاذبية سحبها لي التفاحات الصغيرة وتفاحة الكبيرة نفس بعض ولا بيختلف تزين يختلف لماذا لأن كتلة الثمار أو للشكل التالي ماذا نشاهد بالصورة أحسنتم عندنا مجموعة من المواد ولها وزن كل مادة لها وزن الكتاب وزن كم أربع نيوتن التفاحة وزنها اثنين نيوتن قارورة الماء كم وزنها خمسة نيوتن وعندنا محفظة الأقلام كم وزنها أحسنتم ثلاثة نيوتن الوزن يقاس بماذا يقاس بالنيوتن لأن عبارة عن ماذا عبارة عن كتلة الجسم مع الجاذبية فنقيسها بالنيوتن طيب السؤال شي يقول أي الأجسام الأربعة أي الأجسام هذه الأربعة يحتاج إلى قوة أكبر لرفعه وين اللي يحتاج لقوة كبيرة عشان نرفعه وأيهما يحتاج إلى قوة أقل وين اللي يحتاج إلى قوة قليلة بسيطة عشان أنا أقدر أرفعه تزين اللي يحتاج قوة أكبر منه اللي يحتاج القوة أكبر اللي هو قارورة الماء لأنه هي الأكبر وزن فيهم خمسة نيوتن الباقين أقل منهم ثلاثة أربعة اثنين نيوتن وعندنا هنا المحفظة اثنين نيوتن ثلاثة نيوتن معذرة إذن قارورة الماء تحتاج إلى قوة أكبر لرفعه طيب في المعكس من اللي يحتاج لقوة قليلة عشان أنا أقدر أرفعه أحسنتم اللي هو التفاحة لماذا؟ لأنه هي الأقل وزن فيهم اثنين نيوتن يقول أما التفاحة فتحتاج إلى قوة أقل لرفعها عشان نرفعها نحتاج لقوة دائما تكون أكبر من هذه القوة كيف؟ تعالوا نشوف عندنا بالسؤال التالي السؤال التالي عندنا أربع صور كما هي لكن أضفنا عليها الحقيبة الحقيبة كم وزنها؟ وزنها خمسة نيوتن يعني كم عندي جسم في الصورة؟ تزين عندي خمسة أجسام عندي كتاب وتفاحة وقارورة ماء ومحفظة وحقيبة نشوف السؤال معنا كم تصبح القوة التي أحتاج إليها لرفع الحقيبة بعد أن أكلت التفاحة خلونا نشوف مع بعض لو كنا بشيل الحقيبة أنا بحمل الحقيبة طيب وهذه الأغراض فيها كلها كم أحتاج إلى كم قوة؟ قوتي لازم تكون كم؟ تزين لازم تكون مجموعة هذه القوة أكبر من مجموعة هذه القوة فمثلاً مجموحهم كم؟ أربعة زائد اثنين كم يصير؟ ستة وستة زائد خمسة كم يصير؟ أحد عشر وأحد عشر زائد ثلاثة كم يصير؟ تزين أربعة عشر وأربعة عشر زائد خمسة اللي هي وزن الحقيبة كم يصير؟ تسعة عشر نيوتن إذن أنا أحتاج لقوة أكبر من تسعة عشر نيوتن عشان أحمل الحقيبة لكن السؤال يقول بعد أن أكلت التفاحة أنا أكلت التفاحة يعني نطلع التفاحة من المجموع كم بيصير؟ كم وزن التفاحة؟ اثنين نيوتن خلاص ما هي في الحقيبة إذن أخصم تسعة عشر ناقص وزن التفاحة اللي هو اثنين كم يكون الناتج؟ تزين سبعة عشر إذن لابد أني أحتاج إلى قوة أكبر من سبعة عشر نيوتن عشان أنا أستطيع أن أحمل هذه الحقيبة الحقيبة أحملها مع هذه الأغراض كلها أحتاج إلى أكثر من تسعة عشر نيوتن لكن إذا أبعدنا التفاحة لأني أكلتها وما عدت موجودة معي في الحقيبة في المجموع الباقي كم؟ سبعة عشر فأنا أحتاج إلى قوة أكبر من سبعة عشر نيوتن طيب نشوف السؤال أو الشكل التالي الشكل هذا اللي أمامي نبغى نفسره وبعدين نقرأ السؤال عندي الولد هنا أو الرجل يسحب عندي ماذا؟ صندوق واحد ونفس الصندوق هذا في الحالة الثانية يسحبه رجلين بقوة تختلف عن الأولى وبالصورة الثالثة أو بالحالة الثالثة عندنا نفس الرجل الأول بنفس القوة لكن يسحب صندوقين ليس بصندوق واحد السؤال شي يقول كيف اختلفت الكتلة والقوة والمسافة المقطوعة في الشكلين الأول والثالث شو الفرق بين الأول والثالث تزين الفرق بينهم أن الأول كتلة الجسم اللي يسحبها جسم واحد أما الصورة الثالثة فعندي صندوقين فيحتاج إلى قوة أكبر عشان يؤثر فيهم بمعنى التسارع في الصورة الأولى في الحالة الأولى يكون أقل أكثر من التسارع في الصورة الثالثة لماذا؟ لأن كتلة الجسم عندي هنا أقل فنقول القوة واحدة في الشكلين الأول والثالث لأنه رجل واحد طيب لكن الاختلاف وين؟ الاختلاف في كتلة الأجسام في الصورة الأولى كتلة الجسم عندي كتلة جسم واحد صندوق واحد أما في الصورة الثالثة فعندي جسمين تكون الكتلة الجسم أكبر من الكتلة في الحالة الأولى فبالتالي التسارع هنا بيكون عالي وأقدر أسحب أنا عندي ماذا؟ العربة بسهولة تقطع عندي مسافة بسرعة مسافة أقل بينما في الصورة الثالثة يحتاج إلى قوة أو المسافة التي ستقطعها معي ستكون مسافة قصيرة لماذا؟ لأن الصندوق كتلته أثقل أو أكبر من الصندوق في الحالة الأولى طيب نروح لنشوف السؤال الذي يليه كيف كانت الكتلة والقوة في المسافة والمسافة المقطوعة في الشكل الثاني الشكل الثاني عندي هنا نفس الصندوق الأول الكتلة صغيرة لكن القوة التي نبذلها عليها ماذا؟ متزين قوة رجلين قوة كبيرة طيب المسافة التي نقطعها المسافة سريعة تكون أقل التسارع فيه بيكون عالي سهل أنهم يسحبون عليهم هذه العربة فنقول القوة مضاعفة ليش؟ لأنهم اثنين بالشكل الثاني وكتلة الجسم أصغر لذلك ستكون المسافة المقطوعة أكبر من الأشكال الأخرى طبعاً هذه القوة تؤثر في حركة الأجسام وإذا تغيرت حركة الأجسام واتجهها نسميه تسارع فالتسارع الأقوى يكون عندي في الصورة الثانية في الوسط ثم الصورة الأولى وأضعفهم يكون في الصورة الثالثة لأن كتلة الأجسام عندنا هنا كبيرة طيب نشوف مع بعض الجدول التالي الجدول التالي نبي نربط بين المصطلح والتفسير بنكتب عبارة ونختار المصطلح المناسب لها نضعه هنا طيب يقول وضع قدمه اليمنى إلى الوراء زي الآن إذا جيت التسبح تستخدم طرف المسبح عشان تدفع جسمك للأمام للوراء قليل ثم دفع جسمه للأمام هذه ماذا نعني فيها تزين نعني فيها القوة أنت تستخدم القوة لتحريك جسمك في الماء طيب نشوف الجملة الثانية التغير في السرعة وفي الاتجاه هذا ماذا نطلق عليه تزين نطلق عليه تسارع فالتسارع هو تغير في السرعة والاتجاه شوف الجملة الثالثة ميل الجسم المتحرك للبقاء متحركا والساكن يبقى ساكنا أنت لما تكون راكب سيارة رابط حزام الأمان والسيارة تسير بسرعة مئة سرعتك كم تزين سرعتك مئة مثل سرعة المركبة الجسم المتحرك يبقى متحرك طيب هذا نطلق عليه ماذا نطلق عليه قصور ليأخذناها القصور الذاتي طيب نأخذ الجملة الرابعة قوة تعيق حركة الأجسام بسبب تلامس سطوح الأجسام المتحركة هذه نسميها القوة ماذا قوة ماذا أحسنتم نسميها قوة احتكاك فقوة الاحتكاك قوة تعيق حركة الأجسام تخلي الأجسام تبطئ حركتها طيب نشوف معنا الأشكال التالية في الأشكال التالية ماذا نشاهد أحسنتم فريقين هذا الفريق الأول وهذا الفريق الثاني الفريق الأحمر والأزرق طيب كل واحد منهم يسحب الصندوق في اتجاهه الأحمر في اتجاه اليمين والأزرق في الاتجاه اليسام قوة الفريق الأحمر كم؟ 250 نيوتن وقوة الفريق الأزرق كم؟ أحسنتم 150 نيوتن الصندوق بيتحرك في اي اتجاه في الاتجاه الأيمن أم في الاتجاه الأيسر رائع في الاتجاه الأيمن إذن بيتحرك الصندوق في الاتجاه الأيمن قوتهم متساويات ولا غير متساويات تزين قوتهم غير متساوية لذلك نطلق عليه قوة غير متزنة فالقوة الغير متزنة تسبب حركة الأيسام باتجاه القوة الأكبر إذن تتحرك الصندوق في اتجاه القوة الأكبر طيب الصورة الثانية ماذا نشاهد؟ أحسنتم رجل في الفريق الأحمر ورجل في الفريق الأزرق قوة الرجل في الفريق الأحمر كم؟ أحسنتم مئة وخمسين نيوتن بالاتجاه الأيمن وقوة الرجل الأزرق أيضا مئة وخمسين نيوتن باتجاه الأيسر طيب الصندوق هل سيتحرك؟ تزين لن يتحرك لأن القوتين على اليمين وعلى اليسار متساويتين فنسميها قوة متزنة لذلك في القوة المتزنة لا تتحرك الأيسام تبقى الأيسام ثابتة ساكنة لا تؤثر فيها القوتين لأن كل واحد منهم يساوي الآخر إذن أخذنا في درسنا هذا مجموعة التمارين عن القوة إلى هنا نتوقف إحنا وإياكم إن شاء الله نلتقي في درس قادم بإذن الله استودعكم الله الذي يتضيع ودعوه في أمان الله